اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ويتم الاحتفال به في كثير من الاحيان بالانعاب النارية والتي تبدأ من منتصف الليل حتى تبدأ السنة الجديدة افتتح رئيس الوزراء الدكتور ابي احمد وكبار المسؤولين بما في ذلك عمدة مدينة الدسابابة داني شبيبي يوم امس نسبت مكتبة برهوت في العاصمة الدسابابة وتعد المكتبة الحديث التي تبلغ مسحتها 19 الف متر مربع هي الاولى من نوعها في ايثوبيا والاكبر في شرق افريقيا وخلال حفل الافتتاح قالت عمدة المدينة داني شبيبي ان فكرة بناء المكتبة جاءت من رئيس الوزراء الدكتور ابي احمد وتضم المكتبة الضخمة التي تم بنائها بتكلفة تبلغ 1.1 مليار بر ولديها القدرة على استيعاب اكثر من الفي من الرواد في آن واحد وتضم المكتبة غرفة اجتماعات وكافتيرية جناح لكتب الاطفال وموقف سيارات 9-115 مركبة في المرة الواحدة كما يضم غرفة خاصة للشخصيات المهمة ويتكون مبنى المكتبة من اربعة طوابق وهو مزود برفوف بطول 1.5 كيلو متر تستوعب 1.4 مليون كتاب بالاضافة إلى 300 ألف ورقة بحثية علمية محلية و120 ألف ورقة بحثية دولية في رسالة وجهة رئيس الوزراء الدكتور ابي احمد بمناسبة افتتاح المكتبة بالهود في صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي قال رئيس الوزراء ان ايثبيا ستبنى في مراكز المعرفة وقال ان المكتبة تسبق منها النور ويستسبق منها النور التي تعطي التحرير من نير الجهل مشيرا إلى انها طريقة للبحث عن الحقيقة من خلال المنطق والحجة والأدلة والبحث وقال ان اصلاح المؤسسات التعليمية وتوفير المستلجمات التعليمية يساعد على التحرير العقول من التفكير بخيارات الحرب والصراع وعشر رئيس الوزراء إلى ان ايثبيا هي موطن لأكثر من 250 ألف مخطوطة توجد في المساجد والكنائس منويا إلى انها الدولة الوحيدة التي تستخدم حروفا خاصة بها ولذلك ايثبيا تستحق ان تمتلك مكتبات نوعية من الدرجة الأولى وسيتم بناء ايثبيا في مراكز المعرفة مؤكدا على خطة بناء مكتبات مماثلة في جميع انحاء ايثبيا في المستقبل القريب اوضح نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية دمك مكونن ان ايثبيا في وضع افضل يمكنها من التغلب على محاولات تقويض الحكم وانتهاك سيادة وسلامتها الاقليمية وقال دمك ان الصراع الحالي في شمال ايثبيا ليس فريدا من حيث نشأته وتداعياته انها حرب بين قوى عازمة على تدمير النسيج السياسي والاجتماعي ليثبيا وتلك التي تدافع عن وجود البلاد ككيان سياسي واشار دمك الى ان الجبهة الشعبية لتحرير تقرأي هي مجموعة اقلية نهبت موارد ايثبيا الشحيحة وقامت بعملية قتل وتعذيب وسجن لمئات الالاف من المواطنين ابان حكمها ليثبيا لثلاثة عقود وذكر دمك اطلاق الحوار الوطني الشامل وقال ان هذه تطبيق لهذه العملية التي تقع على عاتق الحكومة اليثوبية الحالية وهي مسؤولية تاريخية وفيما يتعلق بالمرحلة الاولى من حملة الوحدة الوطنية قال انها اكتملت بنجاع مشيرا الى ان الجيش اليثبي قرر عدم الدخول الى اقليم تقرأي لترك الكرة في ملعب جبهة تحرير تقرأي صرح وزير الدولة للخارجية اليثوبية سفير رضوان حسين في مقابلة حصرية مع هورن ريفيو بان اليثوبية واجهت حملات ضغط مختلفة في محاولة لثني ارادتها لتتناسب مع الاجندة الغربية وذكر رضوان في المقابلة ان اليثوبية لديها سياسات خارجية مستكلة بها ولا ينبغي لهذه السياسة ان تكون وفق املاءات القوى الخارجية وعشر الرضوان الى ان الحوار الوطني الشامل الذي اعلنته البلاد سيساعد في حل مشكلاتنا واقامة نظام حكم يوفق اراء اليثوبيين وقال وزير الدولة ان اليثوبية لا تزال لعبا هاما في القرن الافريقي وفي القارة الافريقية بناء على ذلك نبعت برسالة واضحة للقوة الغربية مفادها ان الدبلوماسية القصرية نهج غير مثمرة وتبع رضوان يقول ان على الرغم من اننا فقراء الا اننا لا نزال نمتلك كرمتنا وبالنسبة للشعب اليثوبي يعتبر الجوع بديلا مفضلا عن الخضوع لشروط واحكام الكائنات الخارجية ترجمة نانسي قنقر ندد السفير الايراني لدى اثيوبيا سماد علي في مقابلة حصرية اجرها القسم العربي في هيئة الاذاعة والتلفزيون الايثوبي بالتدخلات الخارجية في الشؤون الايثيوبية الداخلية كافات الارحاب او حقوق الانسان او حرية البيان كل هذه قيم انسانية عالية ومتمائزة ومميزة وجيد وطيبة لكن مع العصف الشديد بدلت هذه القيم الانسانية من جانب الغرب الى ادات لاستخدامها لمسالحهم الخاصة يعني هناك خيانة كبيرة من قبل الغرب لهذه القيم الانسانية هم يتكلمون عن مكافاة الارحاب يتكلمون عن حقوق الانسان يتكلمون عن هرية التعبير ولكن كل هذا ليست الا ادات يستخدمونها لمصالحهم الخاصة وزد الشعوب والدول والبلاد المستقلة تكلمت عن الارحاب هم يدؤون بانهم يكافحون الارحاب ولكن هذا كذب واضح كذب علن يعني كيف هم يحاربون الارحاب او يدؤون يزعمون بانهم يحاربون الارحاب ويكافحون الارحاب وهذا غير صحيح لان اي بلد تدخلت فيه الدول الغربية بزريئة محاربة او مكافحة الارحاب ترى ماذا يجري فيه من افغانستان وليبيا وسوريا والاراق واليمن تدخلوا باسم مكافحة الارحاب هم الذين خلقوا وانشأوا الارحاب وقال السفير الايراني لدى ايثبيا ان ايثبيا وايران لديهما علاقات تاريخية وان البلدان يعملان معا لتوطيد هذه العلاقة الى مستوى افضل منذ هذه الاقود الصبع من الالاقات بين البلدين تم توقيع اكثر من 20 وسيقة التعاون بين البلدين وفي كثير المجالات طبعا وطبعا هناك تعاون في بعد الاقتصاد والثقافي والجماعي وكذلك تعاون سياسي والديبلوماسي بين البلدين في المجال الدولي في المنزمات الدولية هناك تعاون جيد بين ايران واثيوبيا لدينا خبرات ولدينا احتياجات وحاجات وكذلك من جانب الاثيوبيا لديهم منتجات خاصة الزراعية والفلاهية نحن بهاجة اليها ويمكن يعني تعزيز الالاقات بمختلف الجوانب بين البلدين ويجب علينا ان نستفيد من هذه الاشتراكات لزم صوتنا البعض الى البأز حتى نعزز الالاقات بين البلدين لسالح بلداننا وشعوبنا وهكوماتنا عشرت الى الوسائق التعاون بين البلدين هذه الوسائق التي تم توقيعها خلال السنوات المازية في الحقيقة في مختلف المجالات تعاون في مجال السحي والزرائي والتقني والعلمي والتعليمي والاقتصادي والثقافي هناك يعني عصاص الحقوقي موجود بين البلدين لتعزيز الالاقات اثيوبيا بلد كبير لديها منتجات الزراعية والفلاهية اثيوبيا بلد كبير بلد نامية بحاجة الى كثير من الانتاجات السنائية يستوردها من الخارج ايران بلد كبير بحاجة الى منتجات الغذائية والفلاهية بامكانها ان يستورد من الاثيوبيا وكذلك لديها خبرات كثيرة في مجالات المختلفة كما قلت خاصة في مجالات الصنائية والتقنية الحديثة الحيوية والتكنولوجية والصنائية خاصة في البتروكيميائيات وكذلك في مجال العلوم الحديثة كعلوم النووية حتى علوم الفضاء اجرى مكتب السلام والامن في اقليم الصومال الاتيوبي محادثات مع نظرائهم من ولاية هرشبيل بجمهورية الصومال حول قضايا الامن والسلم في المنطقة وحضر الاجتماع من الجانب الاتيوبي رئيس مكتب السلام والامن في اقليم الصومال السيد مباشر دوباد القيد العام ومفوض القوات الخاصة في اقليم الصومال محمد احمد والمفوض العام لشرطة اقليم الصومال محمد علي حسن ورئيس إدارة منطقة حيران علي قاية عثمان وقيد الكتيبة الخامسة للدفاع الوطني الصومالي الجنرال محمد حسن إلى جانب مؤسسات أمنية ومسؤولين آخرين بتمتيل جمهورية الصومالي في المنتدى واتفق الجانبان كذلك على منع توغل العناصر المناهضة للسلام بشكل مشترك في المناطق العابرة للحدود بين البلدين ودار العنف الطائفي والاستجابة للاحتياجات الإنسانية للأشخاص المتضررين من الجفاف في المناطق المجاورة وفق المعلومات التي تم الحصول عليها من صفحة التواصل الاجتماعي الخاصة بمكتب السلام والأمن في إقليم السومال الإثيوبيني ترجمة نانسي قنقر أعلنت وزارة السياحة الإثيوبية أنه سيتم الاحتفال بعيد الميلاد القادم على الصعيد الوطني في مدينة لا لبالة تاريخية بتاريخ 7 يناير الجاري وأشارت زيرة التقافة الإثيوبية السيدة نانسي شالة في بيان إلى أن الوزارة قد أنهت الاستعدادات بالتعاون مع إدارة إقليم الأمهرة والهيئات المعنية وأوضحت الوزيرة بأن الاحتفال بمهرجان جنة في مدينة لا لبالة يهدف إلى تحفيز المجال السياحي في البلاد والذي تضرر بشدة بسبب جانحة فيروس كورونا ومن المتوقع أن يشارك في المهرجان كبار المسؤولين والشخصيات العامة وعضاء الجالية الإثيوبية في المهجر الذين قدموا إلى أرض الوطن للمشاركة في هذا الاحتفال قال السفير الصيني لدى إثيوبيا السفير تشاو تشيشين وان في رسالتي بمنسبة العام الجديد إن عام 2021 شهد التزام وتوجيه رئيس الصين شين جين بينغ ورئيس الوزراء الإثيوبي الدكتور أبي أحمد في مسار توطيض الثقة السياسية المتبادلة والدعم المتبادل باستمرار في القضايا ذات الاهتمام المشترك وأكد السفير بأن الصين ستقف دائما إلى جانب إثيوبيا كشريك استراتيجي ودولة حليفة وضف بأن شراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وإثيوبيا قوية وأصبحت نموذجا للعلاقات الصينية الإفريقية حطم كل من العداء بريهو رقاوي والعداء جيغايو تاي في ملتقى كورسال ديلز ناسوس في برشلونة الأرقام القياسية العالمية للرجال والسيدات في سباق خمسة كيلومترات قبل يوم أمس الجمعة وحطم بريهو في سباق خمسة كيلومترات للرجال الرقم القياسي العالمي والذي كان سابقا يحتفظ به البطل الأولمبي الأوغندي جوشوا تشينجي ونجح بريهو في تسجيل رقم قياسي عالمي بفارق ثانيتين في زمن قدر 12 دقيقة وتسعة وأربعين ثانية وحققت العداء تليثيوبيا جيغايو تاي في ثاني ظهور لها في مسيرة الرضياضية في السباقات تسجيل رقم قياسي عالمي جديد حيث تجاوزت خط النهاية بزمن قدره 14 دقيقة وتسعة عشر ثانية لتتغلب على سويدية ميراف بهاتا التي جاءت في المركز الثاني في ختام هذه النشرة إليكم تذكيرا لأبرز العلوين افتتاح مكتبة إبنهوت بحضور رئيس الوزراء وعدد من المسؤولين الحكوميين نايم رئيس الوزراء ووزير الخارجية يقول إن القرة في ملعب جبهة تخرين اشتركوا في القناة